معاً ممكن أن يتم استهداف مفاعلات إيرانية أخرى في الفترة على سبيل مفاعل مفاعل عراق أنا أتوقع أنه ممكن أن يستهدف ولكن حرب الاستهدافات الاقتصادية إن هكذا الاقتصاد الإيراني وضرب الشركات الكبرى عبر غضايا الحريب طبعاً أستاذ أحمد أنا تابعت الصحافة الإيرانية على سبيل مفاعل بمستويها الإصلاحي والمحافظ الانفجارات التي تستهدف المصالح هم يعني لا تحصل ردود فعل على مستوى الدولة عليها ولكن فقط حينما تستهدف المفاعل يعني فعلتها تزغيرة تثور ثارت الحكومة الإيرانية والبرلمان ويرتفع مستوى التقصيب ومباشرة يتهمون إسرائيل قبل إجمع أي تحقيق ولكن حينما يعني تابعت مثلاً على سبيل المفاعل الانفجار مالسينة أطر في العام اللي صار في شهر السابع اللي ذهب بـ 19 إنسان إيراني قتلوا مع المساكين رحايا ذهبوا لا تهمت إسرائيل ولا تهمت فأنا أشوف أن القيادة الإيرانية يعني تحاول أن تضعف دور استهداف مثلاً القوة الاقتصادية عبر المصانع أو البرامجة الغازية أو البيترو كيميائية كل هذه الأمور تحاول أن تجعلها بفاعل داخلي فعل داخلي يعني تسوى هذا طبعاً هذا يؤثر أكثر على الأمن الإيراني لأنك تنطي رسالة أنك مخترقة في نهاية المطاف استمرار هذه الانفجارات ويضعف الشخصية الأمنية الإيرانية في الداخل الإيراني ويجر أن أنت عندك مثلاً حركة النمور الحركة المعارضة التي أعلنت مسؤوليتها على بعض التمتيرات التي حصلت في الداخل الإيراني ما أنت حينما لا تعلق على هذه الانفجارات الداخلية المتعلقة بالمصانع أو القوة الاقتصادية في هذا ما طابت تفسح المجال للقوة المعارضة المترجم للقوة 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 المترجم لل